رجاء اعرضوا لنا حديث اياد جمال الدين وهو يتحدث عن مرتضى الكشميري وكيف كان مخبرا يعمل عند البعثيين ويعمل مع اجهزة الام مرتضى الكشميري كائن بعثي حقير قذر هكذا كان ولا زال هكذا لكن الاموال الكثيرة التي سرقها من طريق والد زوجته السيستاني جعلت منه اميرا على الشيعة في الغرب وجعلت منه امبراطورا ماليا من اباطرة المال مثل ما هو حال بقية اصهار السيستاني مثل جواد الشهرستاني وهكذا الذين ينتمون الى هذه الدائرة الوسخة انها دائرة اللصوصية والسرقة نشاهد ونستمع الى اياد جمال الدين وهو يحدثنا بحكم انه ابن النجف وهو عارف ومطلع على شؤون هؤلاء معا الى الفيديو لكن سيد المرجعية ايضا اخذت دورها واعطت وقت اسبوعين تقدم الجنات هذا اللي تقدر عليه من الجنات اللي باسم المرجعية صهر المرجعية واحد اسمها مرتضى كشميري باكستاني صهر رجل ايراني سيد السيستاني ايراني وصهر كشميري باكستاني وقاعد بلندن يقول انا عمي ابو مغتي يرتب الراع يقدر يطير الحكومة بكلمتين ولكن صدق شذب انت امش انت جاسوس تكتب تقارير للامين من اجل يجددون اقامتك بايام صدام الان اتفرعا اتفرعا يقول احنا نسقط الحكومة العراقية واحنا عمي ابو مغتي يسقط الحكومة بكلمتين صدق شذب ولكن انت تركض وراء نجف يجرؤوا شرطي مالامن حتى يجدد لك اقامة يا طرطور طيب الان اتفرعا يجب ان تطهر نفسها قبل ان تطالد بتطهير ذولة زبالة طيب سيد الان المرجعية في خطر والتشيع في خطر بسبب الفساد المتغطي بالعمامة بعمامة المرجعية كلهم رافعين شعار التشيع انا اطلعت مشيعي انا اطلعت بحثي انا اطلعت من ايتام صدام انا اطلعت هي السعودية انا اطلعت ناصبي مو هم الحرامية اللي شوهوا اسم التشيع وشوهوا اسم المرجعية يا جمال الدين قطعا ما ياخذ راحته بالكلام مثلي يخاطب مرتضى الكشميري هذا اللص البعثي يقول له صدق شذب ولكن انت تركض وراء رجل شرطي ما الامن حتى يجدد لك اقامة يا طرطور الان اتفرعنوا اتفرعنوا المرجعية يجب ان تطهر نفسها قبل ان تطالب بتطهير ذول الزبالة ما هي المرجعية هي زبالة هي الزبالة هي المرجعية هو المرجع الاعلى زبالة يا سيد اياد المرجعية هي زبالة شو الطهر شو الطهر يا زبالة طهرها هو المرجع نفسه باله هذا هو الواقع الموجود وهذه العقائق بين أيديكم هذا الكتاب من داخل المدار رجاء أن اعرضوا لنا صورة الكتاب هذا هو من داخل المدار وصورة المؤلف موجودة على غلاف الكتاب حسن الكشميري إنه أخو مرتضاء الكشميري هذا أخوه وهو يتحدث عنه في كتاب صدر في الفترة الأخيرة هذا الكتاب موقع بتوقيع واحد ذي الحجة الحرام 1443 هجري قمر هذا الكتاب صادر بهذا التأريخ واحد ذي الحجة الحرام 1443 قطعا طبعا بعد هذا التأريخ هذا التأريخ هو تأريخ التأليف هذا الكتاب انتشر مؤخرا صفحة 135 كن صهرا وإن كنت عهرا يتحدث عن مرتضى الكشميري العهر الذي هو عاهر من عواهر المرجعية السيستانية نحن مشكلتنا هنا بين عترة طاهرة ومرجعية عاهرة هذه هي الحقيقة مشكلتنا أننا بين عترة طاهرة ومرجعية عاهرة وهذا عاهر من عواهر هذه المرجعية كن صهرا وإن كنت عهرا محادثة فيما بينه وبين صديق الصديق يقول لحسن الكشميري سمعت أنه يعني مرتضى الكشميري يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء أعتقد أن ملء الفراغات سيكون سهلا بعدما سمعتم ما سمعتم من بداية شهر رمضان إلى الآن سمعت أنه يلهو ويختلي نقاط ونسمع عنه أشياء أخوه حسن الكشميري يقول قلت نعم ولكن هو ما عليك فإنه الصهر والصهر المرجعي عهر لأن المرجعية تعاهرة قال صديقه أيضا ويزعم أنه بعثي أصحيح هذا مرتضى الكشميري قلت نعم نعم وهناك وثيقة بقلمه وخط يده وهو يتعهد فيها بالتعاون مع حزب البعث إلى آخر الكلام وقد فصلت القول في هذا فيما سبق موطن الشاهد هنا نحن نتحدث عن الخمس صفحة 136 صديق حسن الكشميري يقول له سمعت أنه يحمل وكالة خاصة ومفتوحة كي يعبث بأموال الله وأموال عباد الله فماذا قال حسن الكشميري وهو أخوه وهو أعرف بأحواله قلت نعم قلت نعم ويجب الأموال يجمع الأموال ويمتلك شبكة فنادق هذا الذي عبر عنه إياد جمال الدين بأنه كان طرطور في النجاف كان يشتغل مخبر عند شرطي في الأمن كي تمدد له الإقامة هذا الطرطور صار يجب الأموال ويمتلك شبكة فنادق ما أنا الذي أقول أخوه الذي يقول وفي كتاب مطبوع وقد صدر مؤخرا قلت نعم ويجب الأموال ويمتلك شبكة فنادق إنها شبكة فنادق الطرطور ويمتلك شبكة فنادق وبنايات في مشهد وقوم والنجف الأشرف ودبي ولندن وغيرها وربما يمتلك أيضا أقول ربما في جزر الكناري لأنه يكثر السفر إلى هناك عنده بعض المهمات الدينية العظيمة إنه يكثر السفر كما يخبرنا أصحاب مكاتب الطيران يمسويها خر من ري ماذا يوجد في جزر الكناري قلت نعم ويجب الأموال ويمتلك شبكة فنادق وبنايات في مشهد وقوم والنجف الأشرف ودبي ولندن وغيرها ويختزن الأكداس من مسكوكات الذهب فصرخ الرجل وقال عجيب ولا أحد يسائله قلت ولا أحد يسائله لأنه صهر وهو صهر عهر إنه من عواهر المرجعية العاهرة التي هي في مواجهة دين العترة الطاهرة ماذا تقول يا باخر الإروان عن عاهركم هذا من أين جاء هذا الطرطور بهذه الأموال هذا أخوه هو الذي يتحدث عنه نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر